نموذج للتكافل بين أفراد المجتمع الجزائري تجسد في حالة إنسانية فريدة نتابعها مع زميل أسامة حجو أم مغلوبة على أمرها ولها ست بنات أغدق الله عليها من نعمه هذا كل ما في القصة ترجع اليوم إلى بيتها وقد أعيد بنائه من جديد بفضل أياد الخير بعد أن كان على شفير الضياع يعني فرحانا فرحتوني 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 يديك فرخيكم يسحب الخير يعني إحنا كجمعيات كفلنا بهذه المرأة هنا عندها ست دلالي صغير كانت الوضعية على المنزل يعني جد مزرية كانت متكونة من غرفة واحدة ست دلالي معيما هم في غرفة واحدة وتقدمنا بطلبات المحسينين الحمد لله يعني جاوشة في الوضعية على المرأة عاودنا لها ثلاثة بيوت يعني الحمد لله بالأمس القريب لم يكن البيت مواتيا للسكن فقد كان مهترئا هشا قديما سيدة مكافحة تجلس في زاوية من بيتها الجديد القديم لتستعيد ذكريات قاسية وتتأمل حياة جديدة أما الطفولة فاليوم تتعالى صواتهم فرحا لتعم بسمة شفاههم الأرجاء